أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يأتي ذلك على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد للمرة الثالثة ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن إعاقة صدور قرار بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ وأكدت مصر أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ورفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية